مجزو السادسة من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي الأهمية التي توليها مصر لتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا وذلك في إطار العلاقات السنائية الرسخة بين مصر والولايات المتحدة جاء ذلك خلال استقبال سيادته لوفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السناتور ريتشارد شالبي حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر مثمنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير جاء ذلك خلال تفقده للمتحف المصري الكبير ومتابعة الموقف التنفيذي لأعماله ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة به وخلال الجولة التفقدية أشار مدبولي إلى أن التطوير الذي تشهد المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير يساهم في استكمال منظومة سياحية وحضرية مميزة تحقق لزوار تجربة فريدة أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي خلال تفقده محور الفريق كمال عامر الحر بمحافظة الجيزة أن هذا المحور بانتهاء أعماله وبدء تشغيله سيصهم في حال العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة وقال مدبولي أن المحور سيصهم في التخفيف من حدة الاختناقات المرورية في عدد من المناطق حيث يعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة فضلا عن دوره في ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل وهو ما سيصهم بشكل كبير في تقليل وقت الرحلات وخفض معدلات التلوث توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 380 قضية تموينية بمضبطات قرابة 218 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 43 طن السلع غذائية وتم ضبط أكثر من 30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال الاستيلاء على السلع المدومة فقد تم ضبط أكثر من 31 طن دقيق وسكر مدعم أما في مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط أكثر من 114 طن إسمنت وحديد تسليح وفيما تعلق بقضايا المخابز تم ضبط 497 قضية من بينها 41 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضية خبز غير مطابق للمؤصفات نهاية المجال شكرا لكم